موسيقى الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن يا رب العالمين يا رحمن الرحيم اجعلنا موفقين مباركين أينما كنا اطرح في حياتنا السعادة والتوفيق والأنس والبسمة التي لا تفارق وجوهنا أبدا إنك جواد كريم أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي سميناه وذكرهم أرقام التواصل رح تكون متواجدة معكم على الشاشة ونفرح بمداخلاتكم حديثنا الليلة سيكون عن أمر جدا مهم وحقيقة من خلاله تستطيع أن تتسلل لقلوب الناس وتأسر محبتهم وتكسب وجودهم كل واحد فينا يسع جاهد يا أخوة يا كرام أن يترك بصمة جميلة أن يترك أثر حسن يذكر فيه الإنسان بخير أينما ذهب سواء كنت حي أو كنت ميت هناك أفعال إذا فعلها الإنسان يضمن بإذن الله عز وجل سمعة طيبة و أثر طيب و بصمة جميلة في هذه الحياة من أعظم هذه الآثار و هذه السمعة التي يبحث عنها كل إنسان الكرم و الجود يا أخوة يا كرام الكرم و ما أدراك ما الكرم فقد كانوا في الجاهلية من قبل حتى لو كان الإنسان على غير الإسلام و كريما كانت تذكر سجاياه و عطاياه و كرمه وجوده و صنيعه و قد يتغنى فيه الشعار و تكتب فيه القصائد و يذكر في الدواوين و تكتب فيه العبارات الجياشة و الأمثال المتناثرة إذا كان الإنسان يتصف بهذه الصفة الجميلة ألا و هي الكرم و كلكم يعلم و سمع خبر الذي يسمى بي حاتم الطائي حاتم الطائي ذاك الرجل الذي لم يدرك الإسلام مات نصرانيا لكن أبنائه أدركوا الإسلام و ابنه الصحابي الشهير عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه و أرضاه حاتم الطائي الذي أخذ الكرم من أمه كانت أمه كريمة جدا و تكرم الضيف و ما يمر لها أحد إلا تكرمه و تعطيه تلك العطايا التي لا توصف فحاتم الطائي تعلم الكرم و أخذ الكرم يقال من أمه حتى أن إخوة أم حاتم الطائي إخوانها لما شفوه كيف تصرف و كيف تنفق يعني بطريقة يعني مصرفة جدا بكرمها إنسانة يعني ما تترك شيء في جيبها أبدا فحجروا عليها و أخذوا عنها المال و منعوها تماما من كل أنواع الأموال إلى أن وصلت إلى حال أصبحت إنسانة محتاجها ما عندها شيء تأكل و تشرب يدوب عندها قوة يومها فقط ما عندها شيء في ديها تصرف و تعطيه المحتاج و تقرأ الضيف ثم بعد ذلك يعني فتعوا حولها المجال و رجعوا لها فلوسها فهم يعني منعوها من المال فترة مؤقتة حتى بعد ذلك لما يرجعوها المال تبدأ تحافظ عليه من جديد لأنه منعوها لكن هذه المرأة بعد ما رجعوها المال ازدادت كارما على ما كانت من قبل ليش لأنه لما منعوها المال وذاقت هي مر الحاجة لما احتاجت المال و احتاجت أن تنفق و كذا و كانت عيشة فقط يدوب على قوة يومها فهني هي شعرت بألم الإنسان المحتاج و الفقير المتضرر فصارت تصرف أكثر عن قبل فأرادوا بها يعني خيرا و إذهم قد فتحوا لها أبواب واسعة من الكرم و العطاية و أصبحت تعطيه عطاء يعني لا يوصف ابنها هذا حاتم الطائي تعلم منها الكرم و الجود و العطاء حتى يقال أنه كان يذبح باليوم عشرة من الإبل عشرة نياق يذبح باليوم إكراما للضيف تغنى فيه الشعار و كلكم يعلم من هو حاتم الطائي و حاتم الطائي يعني مات على النصرانية و ما أدرك الإسلام و كان في البلد المشهورة اليوم أظنها تسمى الطي نعم نسبة إليه حاتم الطائي طي وهي اليوم حائل التي في المملكة العربية السعودية حرسها ربي و بلاد المسلمين من كل سوء فالكرم يا إخوة صفة جميلة أن تشوف حاتم الطائي يعني مات قبل الإسلام حاتم الطائي و لليوم حاتم الطائي يذكر في المجالس و في الدواوين و في الاجتماعات و يتغنى فيه الشعار حاتم الطائي فإياك أن تموت يا أخي الكريم و أنت قد اتصفت بصفة ذميمة ألا وهي صفة البخل البخل صفة يعني حقيقة صلى الله أن لا يميتنا و نحن نحمل هذا الأسم صلى الله أن يمنع لنا و يرزقنا أموال جميعا و السامعين و المشاهدين و الحاضرين أن يرزقنا أموال و يجعلنا من أهل الكرم و الجود و العطاء لأن هذه الصفة يا إخوة من أحظم الصفات التي يتحل فيها الإنسان المسلم صاحب المبادئ و المعاني النبيلة لذلك كانت العرب إذا أرادوا أن يثنوا على شخص و يمدحوه يقولون عنه كان كثير الرماد شو يعني كثير الرماد يعني كان الرماد دائما يشتغل في بيته رماد في بيته وجود الرماد كثرة الرماد في البيت كناية عن ماذا أنه كثير الطبخ على طول يولع نار و يطفي نار شو يعني يعني يدخل ضيف و يطلع ضيف كلما دخل ضيف و ولع له النار طبخ له و قهواه و عشاه و غداه و غيره فالإنسان جميل يا إخوة أن يتخلق بهذه الصفة النبيلة و حقيقة كانت العرب إذا أرادوا أن يمدحوا شخص أول ما يبدأوا فيه في الكرم يمدعوا فيه في الكرم لذلك و إن من أخص خصائص الأجواد إكرام الضيفان يقولون و العرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف إكرام الضيف تبغي تذكر لي يعني الصفة نبيلة في إنسان كيف كان يتعامل مع ضيفه فالإنسان يا إخوة يا كرام عليه دائما أن يتحل بالكرم و الكرم أن الإنسان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مات و درعه كانت مرهونة ليهودي ليهودي أخذ عنه يعني ثلاثين صاعا من شعير حتى يقرأ فيه ضيوفه و يكرم فيه الناس صلى الله عليه وسلم و أخبره صلى الله عليه وسلم أن الله كريم يحب الكرم سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كريم يحب الكرم و يحب معالي الأخلاق و لذا قال عمر بن الحارث ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عند موته درها من ريال واحد ما ترك ماتوا درها مرهونة درع مرهونة عند يهودي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد إكرام الضيف من الإيمان من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه يقول صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي يؤمن بالله و اليوم الآخر أكرم ضيفك لما يجيك شخص يجيك باب بيتك لا تصد عنه تفضل ويرايح يا ريال تفضله و أنت تسد الباب في وجهه لا اللي يبغي يكرم الضيفان يفز في وجوه الرجاجين و يستقبله و مستقبال فعلا أرى فيه أنا بكوني ضيف أنه أنت فعلا تحاب ضيافتي مش قضية بس شذا مجاملة تعقل كلمة تفضل تفضل يا ريال قرب عندنا البيت مع السلامة لا اللي يبغي يضيف الناس و يضيف العرب و يثبت وجوده و كرمه للناس و يكون مضياف ما يترك حقيقة الخطار ما يترك الخطار يمر عند باب بيته شذي مروره الكرام إلا ما يضيفه و يكرمه باللي عنده من خير و باللي عنده من عطاه يعني مش القضية واقفة لا أنا ما اللي كيف أكرم فلان إلا أني أذبح له ذبيحة إلا أن قعوده ينطرح على الأرض لا يا أخوة يا كرام الإنسان يجود حتى ولو باليسير لذلك يقولون الجود بالموجود اللي عندي أنا بجود فيه حتى والله لو كان يعني حبت تمر تمره و فينيان قهوة بيظل أوجهك لكن المطلوب أن الإنسان يبادر يا أخوة يا كرام ما يغلق الأبواب في وجوه الناس لا يكون يعني دائما بعض الناس عنده مجلس ما حد يعرف مجلس ولا حد يدخل مجلس ولا حد يجي ليش طيب أنت بادر افتح بيتك للناس والله اليوم ما حد يسأل عن حد أنت ارفع السماع وقول تفضلوا عندي البيت شوف بيونك الناس اللي ما بيونك والله أنا مسوي غداء اليوم سوي عشاء بيونك الناس اللي ما بيونك العرب بيونك و بيدقون عليك الباب لذلك كان القبائل من العرب إذا نزلوا عند ناس ما يروحون أي مكان يروحون عند أشخاص معينين من هذه القبائل ليش؟ لأن هذول الناس هم المعروفين و المشهورين بكرامهم و وجودهم و عطاهم كم تسوى أن الناس تقصدني أنا من أميال متباعدة كانوا العرب يخرجون من بيوتهم أميال يبحثون عن أحد يضيفوه يقولوا لا تفضل عندنا البيت و أنت اليوم يجيك واحد تشوفه طايف و أنت تعرف أن هذا من بلد أخرى و من منطقة بعيدة و ما تكرمهم الضيفة عندك البيت ليش يا أخوة يا كرام ليش؟ الواحد يجود باللي عنده و اليوم حقيقة ما امتنعت الزيارات و لم تمتنع صلة تواصل الأرحام و الضيوف و العرب و النشامة ما قاموا يتواطنون شو السبب؟ سبب أن عندنا ثقافة زرعناها في أذهاننا و هي غير صحيحة لا أنا إذا يعني هذا الضيف لابد أني أقوم بيعني كل ما عندي من ضيافة طيب أنت ما عندك يا أخي قدم اللي تقدر عليه كنفتح ببيتك أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله و صلت وسالمين حيا البيت بيتكم أقربوا تدخل لبيتك لزوجتك شو عندكم من أكل؟ زهبوا عندي ضيوف بيتقهوون بيتعشون بيتغدون و الحمد لله رب العالمين نحن اليوم نعيش في نعمة عظيمة نعمة عظيمة عندنا من الخير يعني الكثير الله عز وجل نعم علينا يا أخوة يا كرام لك الإنسان يغلق على نفسه اليوم الباب يقول مع حدييني لا لا الناس تروح ودي وتسأل الحمد لله لكن أنت هل رفعت السماعة و فتحت بابك و قلت للناس يقربوا عندي بيقربون عندك و بيون حلو ترى جميل يا أخوة شي جميل لما يموت الإنسان و يحمل صفة القرم لكن يموت الإنسان و يحمل صفة البخل فلان بخيل فلان مات تصدقون يا جمعة فلان مات و طلع الريال مخلف و وراه ملايين فلان هي والله أنت تقول في قلبك أنا عرف هذا الشخص يعني سيارة قد الحال مستعملة مخضنة من المعرض و بيتها يدوب قد الحال و عيالها مساكين و زوجته ها طيب ليش و أين مودي الأموال يعني يقدس يقدس هذه الأموال و يخبيها و يسويها لمن بيتموت باتشرف يورثونك هلك و عيالك كون إنسان صاحب كرام وجوده عطي من فق يعني طلع من جيبك كرم الناس لذلك يقول الشاعر و ضاحك ضيفي قبل إنزال رحله فيخصب عندي و المحل جديب و ما الخصب للأضياف أن يكثر القرى و لكنه وجه الكريم خصيبه يعني الإنسان الكريم من أول ما يشوف الضيف و ضاحك ضيفي قبل إنزال رحله توو الضيفي حين واصل على رحله على الناقل بعدني ما بنا نزله من الناقل و أنا أضحك في وجه يا مرحبا أهلا وسهلا و وصلت سالم حياك الله نورت البيت نورت المكان هذا ليه يبغي يضيف الناس أما سلام عليك كيف حالك حياك الله أعطى الظهر هاي الضيافة ممتاز لي يبغي يكرم الناس و ضاحك و ضيفي قبل إنزال رحله بعد ما نزل من الراح بعيرة و ناكته أنا يالس و ضحك أبين له أني أنا فعلا فرحان حقيقة بوجودك عندي اليوم في بيتي و أنا سعيد و كلي فرح و أنس أن مثلك و أنت ضيف خطار هاي اليوم عند باب بيتي فيغصب عندي و المحله جديبه يقرب عندي يدخل عندي و يشوف الخير الكثير و المحله جديبه بيتي أصلا ما في شي بيتي ما في شي من أكل لكن وجود الضيف خلاني أنا أروح و استعير و اقترض الأموال و دق باب الجيران و أخذ شو عندهم من خير و من أهلي و من جماعة الخير حطوني ألف ألفين درهم عندي ضيف بذبح بكرمه باللي عندي باللي أقدر عليه يعني هو ما عنده شيء يقولك و المحله خصيبه و ما الخصب للأضياف أي أكثر القرى و ما الخصب مو بالخير أني أنا أفرش إلى الصينية من هنا و هناك و صفر الطعام لا ولكن ولكنها وجهه الكريم خصيبه أرى الخير في وجهك لما تستقبلني بتلك السماحة و تلك العبارات الجميلة مرحبا بك حياك الله أهلا وسهلا وين اليوم اللي يتحلب مثل هذه الصفات الجميلة تجد اليوم الضيفي يمر عند باب و أنت عارف تفضل تفضل يعني ها ينعرف أنه أنت بثت ذي مجاملة طلع هذه الكلمة لا و ضحكوا ضيفي قبل أنزال رحله و يخصب عندي و يخصب عندي و المحل جديد أنا عارف أنه ما عندي شيء و بعد يالث أستقبل بروح مريحة و مليئة بالفرح أن هذا الشخص جاني أنا أتصرف فستتفضل البيت أنا أتصرف بيك الخير قرب فهي أخوة يعني أتمنى أن نجيد و نجدد يعني فن أسر قلوب الناس من خلال أن نستميلهم بالضيافة إكرام الضيف من الإيمان مو بأي شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الضيافة حق على المسلم قال الخطابي و لم يزل قرى الضيف و حسن القيامة عليه من شهم الكرام و عادة الصالحين و منع القرى مذموم على الألسن و صاحبه مذموم صاحب منع الضيف اللي يمنع الضيف هذا صاحبه مذموم لذلك جاء حديث قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أثمان بن ضعون يقول له إن لضيفك عليك حق يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عقب بن عامر يقول قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون ما يكرمون أنت تبعثنا لناس نروح نلبي حاجا نلبي دعوة ناخذ رسالة لك يا رسول الله ما يقرون الجماعة ما يقربون ما يكرمون فقال صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم اسمع هذا الحديث فأمروا لكم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخوذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي منهم الذي ينبغي لهم وهو الحديث محمول على المضطرين أن الضيف إذا أنت إنسان مضطر وما عندك حاجتك اللي تأكل وتشرب ونزلت عند ناس وما أعطوك حاجتك أنت تدخل وتأخذ حاجتك منهم كأنه بالغصب لأنه عيب عند العرب أن يدخل إنسان ويأتيهم ضيف خطار وما يكرموه وما يضيفوه والإمام النووي في شرح مسلم يقول وقيل أن المراد أن لكم أن تأخذوهم من أعراء أن تأخذوا من أعراضهم بألف سنتكم تتكلموا عليهم وذموه لأن هؤلاء ناس بخلاء اللي تنزل عنده ضيف وما يكرمك وما يعطيك حاجتك ما أجمل الكرم اليوم يوم تروح عند ناس والله ما تنسى طول حياتك الإنسان يا أخوة لما يكرم الناس ويكرم الخطارة ما ينسون أبدا أنت الآن أسأل نفسك يوم تروح مكان وضيفوك الجماعة هذا ما تنساه يقول والله بيض الله وجيهم أكرموني أكرموني فعلا أعطونا وذبحو لنا والله واستقبلونا عمومتهم و أهلهم هذه ما تنساه هذه بصمة أنت تتركها لما تكرم الناس و تعطيهم حقهم من الضيافة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مقدار الضيافة و حدودها إن إنسان لما يبغي يضيف الناس يا إخوة هناك حدود و هناك أمور و هناك ضوابط أكرم من من هو الضيف الذي يستحق الكرم و كم يوم أكرمه و كم يوم ينزل عندي و كم يوم أجلس عندي أن أبي شريحة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال و ما جائزته يا رسول الله شو جائزة الضيف من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيف جائزته شو جائزت الضيف يا رسول الله قال يوم هو ليلته تكرم الضيف يوم و ليلة و ضيافه ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ولا يحلل لرجل مسلم يقيم عند أخي حتى يؤثمه يعني الضيافة يا أخوة الواجب أني أنا أضيفك عليها يوم و ليلة يوم و ليلة تنزل عندي أنت ضيف يجب علي أني أنا أكرمك يوم و ليلة تعكل و تشرب و تنام عندي فما زاد عن اليوم و ليلة فهي يعني مستحب أمر مستحب أني أنا أكرمك أكثر عن ثلاثة أيام فما زاد على ذلك يعني أخشى أنك تأثمه و تحرجه كيف يعني أثمه يعني تحرجه قال و لا يحلل لرجل مسلم يقيمه عند أخيه حتى يؤثمه يعني الرجل هذا يمكن ما عنده أنا بحرجه بدخله في إحراج أنا استقبلتك يوم و يومين ثلاثة أيام في بيتي خلاص يا عمي شاء الله غراض القروحة الله سهل لدربك لكن تجلس عندي أكثر عن شديد أنت تحرجني يمكن أنا ما عندي مكان يمكن أنا مفرغ هذه الغرفة و فيها أبنائي فيها زوجتي فيها عيالي فيها يعني أنا أحتاجها فرغت هذه الغرفة بس على الأساس أني أضيفك كم يوم و إذا بك أنت يالس ما شاء الله رافع ريول بريول أكثر عن ثلاثة أيام هذا إحراج لي يمكن أنا ما عندي أكثر عن شديد أضيفك فيه وأكرمك فيه أنا قمت بالواجب اللي علي أكرمتك يوم و ليلة و هذا واجب علي أن أكرمك ما عدا ذلك أمر مستحب أني أكرمك ثلاثة أيها لي لكن ما عدا ذلك يا شيخ شاء الله غراض كنت سهل الله يسهل أمرك إذا عندك مكان طبعا نختلف الأمر لا يعني هذا أن نطرد الناس من بيوتنا و نقولهم الله اطلعوا برع كيف يقول لا لكن الإنسان العاقل اللي عنده فطانة عاقل و رجاحة فكر يعرف متى يدخل للناس و متى يطلع عن الناس بدون ما يحرجهم و يؤذيهم فاصلي أخويا كرام و نعود إليكم من جديد أهلا و سهلا بكم جميعا من جديد أيها الإخوة الكرام و حقيقة الكلام هذا جميل و أتمنى أن نستجيب و نطبق في حياتنا و نراجع أنفسنا شوي كيف أن نكرم ضيفان و كيف نكون يعني أهل جود و سخة و عطاء هذه الصفة التي ما اتصف بها أحد إلا كانت له فخر إلى أن يلقى الله يوم القيامة النبي صلى الله عليه و سلم كان يجالس ضيوفه و كان يضحك معهم و يتبسط معهم في الحديث جاءه رجل نزل بنظيف بدوي فجلس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم عند داره فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه و يمازحه و كذا كيف أنتم كيف وجدتم الإسلام فالجلسة البدوي هذا يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فرحانين في الدين الحمد لله رب العالمين لنمت مسكن فيه و غيره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم و انشرح صدره لهذا الكلام الذي سمع من هذا الأعرابي حتى إذا انتفق النهار و حان أكل الطعام دعاني فأشار إلي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا لا يألو يعني ناداه شذا قال تعالي و روح شوف بيت عائشة و أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيف خلي جهزون لنا شيء من الأكل فذهب ثم قالت له عائشة والله ما عندنا شيء في البيت نطعمه البيت ما في شيء أكل انتم متخيلين يا أخوة هذا بيت من هذا بيت النبي صلى الله عليه و على آله وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما عندنا شيء نطعم فيه هذا الضيف رجع الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تقول عائشة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني لبيوت الثانية زوجاتي الثانية تروح مر واسألهم نبغي عندي ضيف فضي أكرمة فذهب مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم نفس جواب عائشة ما عندنا شيء كبيتنا انتم متخيلين سبحانك يا ربي والله ما عبدناك حق عبادتك خلونا ندخل بيوتنا اليوم وندخل مطابخنا وشوف الخير اللي احنا فيه وشوف النعم اللي احنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند ضيف عند ضيف وزوجاتي يقولوا الله ما عدنا شيء نطعم ضيفك فيه لذلك يعني جاءت النصوص والأخبار كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرت عليهم يعني أوقات عصيبة جدا مؤلمة جدا كانوا يعانون عناء شديد فقر حتى يعني عندما حصيره صلى الله عليه وسلم وصل بيهم الحال أن يأكلوا ورق الشجر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا هو بحصار ولا هو بحاجة وعائشة رضي الله عنه تقول ما عدنا شيء في البيت نطعم فيه ضيفك أنتم متخيلين لذلك يعني جاء أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فرأى عمر بن خطاب رضي الله عنه أبو بكر الصديق فقال لهم ما الذي أخرجكم من بيوتكم في هذه الساعة قال يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع أبو بكر و عمر يقولوا ما أخرجنا يا رسول الله من البيت إلا الجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كذلك يعني يطلعوا برع البيت يدورون اللي قموا تعيش يأكلوها كانوا يعانون عناء شديد من الفقر مرت عليهم أيام أصيبة فهذا الأعرابي هذا البدوي فطن فهم شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير وجهه ما عنده شيء يكرم فيه ضيفه فقال الله يا رسول الله إحنا يعني أبدو يعني يكفينا يعني تمر ولبن والماء و خلاص يعني يسد حاجتنا الحمد لله رب العالمين يعني ما نطمع بالأمور الكثيرة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيعني أنت شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن طعام حتى يكرم ضيفه و ما جعله ما قالت عائش أنا ما عندي أكل و خلاص قاله والله سمعنا شيخ تفضل لا يعني أصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطعمه و ذهب مولاه يبحث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيت بيت يدور طعام حتى يكرم فيه هذا الشخص يعني لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفونا أي شيء خلونا نكرم فيها الضيف هذا يعني بالذات النساء اليوم هم اللي يتحسسون فعلا من هذه المواضيع بيوت مقفلة ما يبون حديهم ليش؟ والله لا أنا إذا أنا بعزم صديقاتي لازم الأوردرات والطلبيات الطويلة العريضة هذه من أفلانه اللي تسوي الحلويات ومن أفلانه اللي تسوي المحاشي ومن أفلانه اللي يسوي الذبايح هذه ليش طيب ما بشوف نفسك اللي أنت داخل في معمعت أفتح بوكك وطلع آلاف شوي ولا ريال حرمد بي أخوي صراحة ما عندي هذا المبلغ الإنسان عليه التزامات ما عندي إذن أغلقت باب الضيافة ولا ياها أحد ولا طلع لها أحد ليش السبب؟ لأننا نتكلف اليوم فوق طاقتنا عساس أن نكرم ضيوفنا هذا غلاط يا أخوي كرام إنسان يقدم اللي يقدر عليه اللي يقدر عليه يعني أنا ما بغي أمثلكم لكن اللي تقدر عليه أي شيء أي شيء لكن المهم كن رجل مضياف تحبب بيتك دائما من فترة من فترة شوي منك كل شهر مرة تستضيف ربعك عيال عمك جماعتك القبيلة يعني وجهاء البلد غيرها تفضلوا عندي البيت والفقراء والمساكين تفضلوا عندي البيت تفضلوا هذه جميلة تبقى يعني في صحيفة سمعتك طول القيامة وتؤجر عليها عند الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني جاه ضيف وما وجد شوي ضيفة كان يعني يدفعه إلى أحد أصحابه وأقاربه حتى يكرموه يعني يجيني ضيفة في البيت أنا ما عندي شيء أنت مثلا امرأة أنت رجل يجاك ضيف تتصل فخوك ما عندك شيء في البيت تتصل فخوك فلان أنا جاهني ضيف صراحة ما عندك شيء في البيت وآخر الشهر وأنا بيني وبينك ما تمشي في الراتب وأنا أبغي أكرم ضيفي شوف لي طريقة الله يخليك كلم أخوك كلم عمك كلم خالك عندكم شيء في البيت حيا حيا ضيفك خلي قرب عندنا شل ضيفك وتخل فيه عند جارك تخل فيه عند عمك تخل فيه عند خالك لكن أن الضيف إيه وين يروح لا ما يروح الضيف ضيف وصل داري ما يطلع إلا ياخذ ضيافته النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني أني مجهود أنا تعبان فأرسل إلى بعض نسائه النبي فأرسل إلى بعض نسائه قال فقالت نساء النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ما عندنا شيء في الويد غير الماء ثم أرسل للأخرى فقالت نفس الكلام اللي قالت الأولى ما عنده شيء ضيف فيه هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله من يضيف هذا الليلة رحمه الله اللي بيضيف هذا الشخص الليلة يرحمه الله عز وجل فقال الرجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق هذا الرجل إلى زوجته دخل إلى زوجته فقال لها أريد أن يضيف ضيف رسول الله فقالت المرأة أنا ما عندي شي ترى غير يعني أكل بسيط يعني طعام لي صبياني لأبنائي ما عندي شي فقال نطعم ضيف رسول الله نومي صبيانك وشعلي السراج وجهزي الطعام فإذا دخل الضيف أطفئ السراج فإذا دخل الضيف وأراد أن يأكل أطفئ السراج طيب صبياني صبياني ما عندي شي عندي أبنائي أطفال أبغى طعمهم قال نوميهم على جرحهم خلينامون الموم أني أكرم ضيف رسول الله فدخل الرجل الضيف هذا وأشعله النار للسراج وحطه الطعام قال لها هذا الزوج يقولها فإذا أراد الطعام فأطفئ السراج بنتي الليت ليش دخل الرجل أراد أن يأكل أطفئ السراج يلس الرجل يأكل وما يشوف شي يأكل طيب ليش فعلوا هذا الشي لأن الطعام كان قليل يعني استحوا أن الرجل هذا الضيف يشوف أن الأكل شي بسيط قليل فيمتنع من الطعام يقول هذا يجوب يكفيك أنت يعني زوجتك أو يكفي صبيانك أنا بمتنع ففيه إحراج فيه إحراج لهذا الضيف وفيه إحراج لصاحب البيت فقال ما في غير أن يأبند له الليت وخليه يأكله ليش والجدامة شوي والكثير ويأخذ حايته ويتفكر على الله فشوفوا كيف يعني فأنزل الله عز وجل يعني في هذا الحدث فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني أثروا أنفسهم الطعام اللي هم يحتاجونه ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون ويؤثرون على أنفسهم يعني الشيء اللي هو لي أنا أثرت على غيري خليه أخذه المهم أني أنا أجود بما عندي للناس ترى ممسهلة أن الإنسان يترك أبناء يترك أبناء جياع ولي ذلك جاء في تتمة الحديث فبات طاويين يعني هذول الرجل مع زوجته وأبناء باتوا ليلتهم يعانين يا جماعة الخير ما أكلوا شيء وين راح الأكل أخذه ضيف رسول الله يعني ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا ما عندنا شيء ما عندنا شيء نضيف فيه الرجل ضيفك يا رسول الله يا لابن ضيفه بالموجود يعني حتى المرة تقول يا رسول الله أنا ما عندي لزوجة ما عندي شيء طعام بسيطة بغير طعام فيه عيالي ما عندي غير قال ما فيه تصرفي نومي عيالك هكذا قال لها من اللي يفعل هذا اليوم إحنا بيوتنا اليوم عامرة في الأكل وبعد ما نستقبل ضيوفنا ولا نضيف الناس ولا نكرم الناس بيوتنا عامرة أنا ما أدري ليش أن الإنسان اليوم يمتنع عن مثل هذه الأشياء يا إخوة يا إخوة تريد أن تموت تريد أن تغطي عن عيوبك تستر كل عيوبك اللي فيك أكرم الناس هذه قاعدة تعلمناها وسمعناها من كبار السن تبغي تغطي عيوبك كلها مهما كانت ما فيك من سلبيات كل إنسان كريم وسخي رح يتغاضون عن كل عيوبك لذلك يقولون أطعم الفم تعتمي العين أطعم الفم تعتمي العين أي إنسان تطعمه تعتمي عينه ما يشوف عيوبك أبدا يشوفك أن أنت أفضل ما يكون فمعروف المجالس دائما اللي فيها الأكل موجود ومتوفر عامرة بالخير تحصل الناس تتردد لها رايحة وجاية ليش فلان مجلسة معروف عامرة ما شاء الله فيه خيرة فيه نعمة وفضل فيه يكون كذلك كم يسوى الإنسان أن بيته مفتوح اليوم يستقبل فيه الساير والياي كانوا من قبل العرب يفرحون إذا وجدوا الخطارة يمرون في حواريهم وفي مناطقهم يفزونه في الطريق القرب وصلت حياك مرحبا اليوم نحن نتهرب إذا شفنا فلان عند باب بيت وق شو يبنى هذا حين عندي البيت تحصله يلف يلف الفريج لفتين ثلاثة هو يوايج من بيد العيد يشوفه استريا يروح ألو ترى فلان برا عند البيت لا تفتحوا هذا موجود يلف برا عند باب البيت إلى أن ذهب ها راح يلا جاهزوا غداكم أنا الحين بي يوم من الريال قفه وروح دخل الريال بيته أفعليك ليش ما تفرح في ضيفك ليش ما تفز وتستقبله في بيتك الأكل أنت بتأكل أنت وزوجتك وعيالك وبياكل ضيفك ما يبغي منك قعود تنطرح في الأرض اللي عندك يا ولدي الحلال بياك لضيفك لكن أنك تحوط وتلف وتدور وتتحيس عند باب البيت من بعيد لبعيد تتريع ضيفك هو عند باب البيت واقف يديق لقهران يتريع يفتح للباب يبغي يأكل اللي لا تعيش يتغدى واللي تعيش ولا أنت تحوط من بعيد لبعيد تتهرب هذه ما هي صفات العرب ولا النشام العرب يفرحون بالخطارة يطير عند باب بيته ويستقبل ويفرش لها اللي عنده وجود بالموجود لكن يسد الباب في وجهه ولف ودور وين وين النخوة وين الصفات اللي تعلمت من أجدادك الكرام والجود والعطى هذه ما تعلمنا أن نسد الأبواب في وجوه الناس اللي يجون يوصلون عند باب بيتنا لا يا أخوي يا كرام هذه الصفة اليوم أصبحت منتشرة وبكثرة يركب عندك في السيارة أربيعك يركبون ثلاثة أربعة كل واحد يبوك في السيارة وين ببوكك والله ونسيت بوكي في السيارة واتدبست على منه على الدري وليسوق السيارة والله معروف أنتو بسيارتي علي أنا الضيافة لا مو بشرط اللي أنت وينك ما مشيت بوكك ومحفظتك في جيبك وين سباق دفع عند ربعك في المطعم يارسين في مكان اشتريته وشربته وقهويته يا أخي دفع عن الناس ليش تتريه غيرك يدفع ويتهرب وسيعمر يتكلم تليفون ويحوط من بعيد لبعيد وما يبغي يوم منه شوية لبيت يلف ويدور يتكلم ويواج بطرف عينه طلعوا من المطعم معناته دفعوا الفاتورة ها يلا يلا حياتي شمعت السلام ها شوهوا الأخبار يا حيكم يلا يا بسم الله نتوكل ركب السيارة وروح ما يبغي يدفع وين بتأخذ هالفلوس وين بتروح يعني هالفلوس ترى راح يقولون عنك أن أنت بخيل مر ومرتين راح يقولون عنك أن أنت بخيل اليوم انتشرت عندنا في المجتمعات تحصل نسوي خيمة يعني كارفانات صغار وميالس صغار عند باب البيوت عند أبواب البيوت تحصل هذي منتشرة اليوم في الفرجان ويتم العون فيها الشباب معروف الذي يدخل دائما هذا الميلس ويديه شي ومعروف أنه الذي يدخل هذا الميلس ويديه خالية معروف فلان بعمرة ما دخل الميلس ويديه شي دائما يدخل ويديه حافية وفلان معروف أنه ما يدخل لنه بيديه شي ولو اليسير يعني حلوة هذه بحقك أن يتكلمون فيك بالطريقة هذه الناس ويذموك هذه المذمة أن أنت إنسان بغيل وحشفة بعض ربية ما تطلع منه ليش يدخل ويطلع عيد قهوة ياكل الأخضر واليابس وتوكل على الله عطل الناس يبغي تقدر عليه بين فتر وفتر يبغي يبغد تخلي بديك شوي تشيس فيه بارد فيه شي فيه حلويات مول أبدا ما يبادر ما يبادر وأنتم تسمعوني وأنتم تعرفون حين فيه أشخاص هذه صفاتهم بخل شحيح مبنى يعني معدوم لا رصيدة في البنك أمعد يا رايح فوق لكن ما سكي ديه ولا يبغي يعطي حد ولا يبغي يعني لا لنفسه ولا لربعة ولا لأهله ولا لعياله ولا لأحد مكدس 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 ليه وين والله المستعان النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا وأما عن أدبه صلى الله عليه وسلم إذا حل ضيفا فقد كان صلى الله عليه وسلم متواضعا يقبل الدعوة على الطعام وإن كان شيئا يسيرا ما يرد لذلك قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت ذراع شيء محمود شيء ممدوح يوم بيك ضيف بتقدم لذراع شاه بسول لما شاء الله عيش ولحم ولشيء بتلبي الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنا لو دعيت يقول لذراع وللو كراعين بجيب الدعوة وبلبي دعوة اللي دعاني وباكل من أكله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم دخل شو مسونا أنت هذا ما قال هذا الكلام لا أكل واستقبل ورحب بدعوة اللي دعاه وكل من طعامه ودعا لهم وتسهل صلى الله عليه وسلم ما قال له والله أنت لازم تضيفني ضيافة كبيرة وأنا هذا مش من مقامي لهذا الموضوع مهم بس بعد التواصل بنرجع لها إن شاء الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل حتى دعوة من هو على غير دينه دعاه يهودي إلى خبز شعير خبز شعير سوى لخبز شعير فلب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته تأليفا لقلوبهم يعني أنت اليوم إذا دعاك شخص على غير دينك وإنت ترى أنك إذا زرت هذا الشخص و لبيت الدعوة أنك تستميل قلبه بهدف أن يسلم و يدخل في دينك و تأثر فيه فهذا شيء طيب جميل قد يكون لك جار لك كذا على غير دينك و قال لك تفضل عندي على كل تفضل كذا فتدخل و تأكل عنده من باب أنك تظهر له يعني أن دينه مش دين تطرف ولا دين غلو ولا دين كره للناس و الأشخاص لا أهلا و سهلا نحياك الله بنية أني أنا يعني أستميل قلبك يعني و حتى أبين لك يعني أن دينه دين سماحة و دين جميل و دين يحترم الآخرين و كذا لعله يكون هذا سبب أنك تسلم و إذا دعاه أحد فتبعه من ليس بمدعو استأذن لهم و صاحب الدعوة هذا أدب جميل للأسف الشديد اليوم يغيب عن البعض النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوما فرأاه رجل و عنده واحد هذا الرجل عنده حداد يشتغل بالحدادة فمر النبي صلى الله عليه و سلم هذا الرجل لما شاف النبي صلى الله عليه و سلم رأى في وجهه و كأنه يعني جائع فقال للغلام الحداد الذي يشتغل عنده قال اذهب و هي لنا طعاما فأني يعني أبغي أعزم النبي صلى الله عليه و سلم و أدعوه خامسة خمسة لطعام معنا في البيت خامس خمسة أشخاص يوكلون معنا فجهز الطعام هذا الغلام و دعا النبي صلى الله عليه و على آله وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم و قد تبعه رجل آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب العزيمة قال ترى فلان يعني جاي تبعني يبغي يدخل معنا أتأذن له تأذن أن يدخل معنا قال نعم أذن له يا رسول الله و دخل معه العلماء و الفقهاء أخوة يقولون و يفتون على عدم جواز أن أنت تروح وتحشر نفسك في دعوة لم تدعى لها ما دعوك الجماعة و هذا يسمى عند الفقهاء الطفيلي الإنسان الطفيلي الذي يروح دعوة هو أصلا مما دعو لها شاف أنه سيارتين ثلاثة وقفين من ربعة عند بيت و واحد من شباب و دق الباب و دخل ما يصير هذه الوليمة خاصة أنت لم تدعى لها ما يجوز أنك تدخل تذي من نوع الطريق العلماء الفقهاء يفصلون يعني يقول لك إذا كان إذا كنت تعرف أن هذا الشخص أصلا يحبك و يفرح يبدو أخوة لك ما في حرج أنك تدخل البعض يقول لا يعني البعض مجرد ما أنت عزمته اتصلت أنت في شخص و قلت تفضل عندي الغداء شوي يفاجئك ريالي معاه واحد ما يجوز لك ما يجوز لك أن أنت يايب معاك شخص بدون إذن صاحب البيت أنت الحين أحرجت صاحب البيت وأحرجت الشخص اللي معاك وأحرجت نفسك يمكن في حاجة بينه وبين هذا الشخص ما يبغي يدخل بيته يمكن الطعام ما يكفي لثلاثة أشخاص يمكن أمور أخرى ثانوية أنت على أي أساس جايب معاك رضيعك وتبغي تروح العزيمة اللي دعاها لك هذا الشخص الرجل دعاك أنت بروحك اللي تجايب معاك ربعك يجايب معاك اثنين ولا ثلاثة حتى لو شخص ما يجوز لك إلا أنك تستأذن إلا أنك تستأذن البعض يحطك في الأمر الواقع يحرجك ألو فلان أنا عند الباب ترى موجود وعلى فكرة ترى عندي فلان إياي عندي يعني شو بقولك أنا بقولك مثلا لا أرجع هذا فلان أنا ما بغي يدخل بيتي ما بقولك شذي أنت قد يعني تتسبب إحراج هذا الرجل أنت إحرجته أنا ما عندي طعام يكفي يكفي هذا الشخص أنا حاسب حسابي أنا وأنت أنا عاز منك اليوم في موضوع أريد أن تتكلم فيه معاك فاجأتني ويقول أنت يايب معاك ثلاثة أربعة ما يصير فهذا ما يجوز يا إخوة شرعا يعني الفقهاء يقولون ما يجوز لك وقد نصى يعني الشافعية والحنابل والمالكية على ذلك أنه ما يجوز لك التي بشخص أنا لم أدعوه وانت شفت أن الجماعة يلسين في بيت وفتح الباب ودخل ما يجوز لك يعني الإنسان لا بد أن تكون فيه مرؤة يا إخوة ما يروح يحشر نفسه في عزيمه ولم يدع لها واحد تكون فيه عزة نفسه شوي يترفع عنه يعني الولائم التي لم يدع لها لكن الولائم التي مفتوحة بشكل عام وكل مدعو لها والأمور طيبة واضح أعراف الناس معروفة شو هي الولائم العامة المفتوحة وشو الولائم الخاصة البعض يعني يشوف الناس متعمعين يتصل تهل فيه صاحب العزيمة صاحب العزيمة يمشوف رقم الشخص هذا يقول في قلبي الأو وشكله شاف السيارات برع شا أقول له هذا الحين خلني أرد عليه ألو يا مرحبا ألين والله أشوف سيارات عند باب بيتك اليوم شو تقول له الحين هذا كأنك تقول له بالغصب تعال أين عم عندي عزيمة تعال تفضل إذا عرف هذا الشخص أنه فيه عزيمة وانت تهربت أو ما رديت على المكالمة أنا كنت مار عند باب بيتك واتصلت عليك بس ما رديت أدري أنه عندك ضيوف إحراج لماذا تحرج نفسك وتتصل في الناس يا أخي الجماعة ما تتصلوا عليك وما أعزموك يا شخ يا أخي الكريم ما أعزموك ما تغصب أنك تتصل فيهم وتحرجهم أين أنك تصلت فيك مرتين ثلاث ما رديت علي شفت عندك سيارات في البيت قلت يمكن بعد مناخذ النصيبة المتغدة البعض يعني عفوا فيه دفاشة في الكلام ما يوزني الكلام يعني فعلا طوفي لي فعلا يتطفل كل شيء يحشر نفسه ويتكلم في كل شيء لا اجعل لك مرؤة اجعل لك شوي يعني مكانها لا تقبل لنفسك أنك تكون في كل مكان حشر نفسك مع الناس لا يعني هذه مسائل مهمة لا بد أن يترفع عنها الناس اليوم يا أخوة يا كرام الكرام مهم جدا حتى يا أخوة يا كرام ومت بس مع الضيوف حتى في علاقتك الزوجية مع أهل بيتك البعض كريم مع ربعة مع ضيوفة يعطيه ينفق لكن مع أهل بيتك بخيل ما يعطيهم شيء واليوم يعني نسب كبيرة لحالات الطلاق سببها البخل سببها البخل يعني اليوم الزواج لما البنت انخطب بتسأل شو ريال كريم بخيل يعطي ولا يديه طلقة ولا لا يصرف ولا ميوضة فلوسه ولا يصرف ومتقتر على نفسه يعني كم من حالات الطلاق كم من زوجها اليوم في صغة عقد زواجها وخلعت زوجها بسبب أنه بخيل يا أخي شوف لي حل تتصل لك شوف لي حل شو السال ثيابنا يعني منتهي هذا الرجل ما يعطي لنا مول من السنة للسنة نبدل لثيابنا يعني نعولنا حالتها حالة وانتوا بكرامة البيت ما في شيء يطعمنا يوميا عيش أبيض وشيء البسيط أنت لا أنك يعني فقير لا أنك متعسر لا أنت عندك فلوس لكن ليش بخيل ما أعرف معنى مداخلة إبراهيم النقبي من خور فكان أهلا وسهلا شكرا الله بركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا شكرا الله بالخير وصراحة أنا أول ما تحت التلفزيون قناة الجيرة تضعها ينتعه وصراحة ما بدأت الصراح قلت تتابعك والله العظيم الله يسلمك بيضوجك الله يجعلنا يتحصن ظنك يا رب الله يسلمك عندي ملاحظة بسيطة تفضل تفضل إن شاء الله إنها ملاحظة إيجابية آمر الغالي آمر للأمان أنا ليس يعني يعني أمسويلك فلوس في الإنستغرام بس فيديو تطلع لي وايد فلوس بلوريات فترة فكنت أشوفها لماذا لم تتسوي إضافة ما تبغي حزابنا يعني لا لا من بعد الحلقة هذه إن شاء الله بسعو الله يسلمك الله يسلمك الملاحظة الإيجابية التي هي في السوشال ميديا يمكن من تشري نوايد شباب يتكلمون في الدين صحيح بس المصيبة يتكلم في الدين يعني المتابع لما يسمع يسمع كلمة خلال وحرام بس أنت ليش تقول حلال وليش تقول حرام أنت نقطة الإيجابية التي فيك لما تتكلم في فيديوهاتك تذكر الدريب يعني المجتمع يسمع الحكم ويستفيد ليش أفلان قال حرام وليش أفلان ينقل لأن منهم من العلمات هل حكم اللي قاله فهذه نقطة إيجابية شبت لك كذا فيديو صراحة لما تذكر المسألة تذكر أدلتها وأشلوبه كويس حلو يعني أنت تتكلم بشاشة اللي فويهت تخلي المجتمع صدق إتابك أحرجتني يا ريال على الهواء قل كلام ثاني إتابة الفيديو من أولة لآخرة يعني إحنا يمكننا الشباب محتاجين محتاجين مثل الأمثال كنت يمكننا في عمرنا أن أنت باشخ يذكر مسائل بناس خلوة ويذكرها مع الدليل تخلي الواحد يقتنع ماذا يقتنع في الكلام يقتنع في الكلام من الدليل اللي يشكل فهذه نقطة وإيجابية واستمر إن شاء الله وأنا أبلك في أهوائل من الشباب يتابعونا والله يستفيدين وائد منك والله يوصيك الله يبيض وجهك يزاك الله خير الله يرفع قدرك الله يسلمك شرف لي يا طويل عمر متابعتك شرف لي ومداخلتك أسعدتني والله يجعلنا عند حسن الضن مشكور يا أخوي الله يسلمك يبيض وجهك يعني حقيقة نحن ندعو الله عز وجل و نتمنى أن الله يسخرنا لخدمة هذا البلد و نرد الجميل لديننا و لدولتنا و لأمتنا و لقيادتنا أعطونا الكثير وأهلونا حقيقة و فتحه لنا المجال و الحمد لله رب العالمين فأنا نتمنى أن نقدم النافع أنت لما يتصل بك شخص يقول لك يعني حسابك جميل أو أنت مثمر في عطائك و كذا يعني الحمد لله رب العالمين أسأل الله عز وجل بمنه و فضله أن يجعل عملنا خالص لوجهه الكريم أنه جواد كريم أما قضية الدليل و إعطاء الناس الدليل هذا أمر جدا مهم لا نحن دائما نقول ما نبغي أن نربط الناس بكلام العالم لا نربط الناس بالنص بالدليل العالم إذا قال قال الله قال الرسول خذوا به و إذا غير ذلك ارموا بكلامه عرض الحاط أنا أقولها بكل صراحة كائنا من كان الرجل الذي يأتي بالكلام من راسه و يأتي بالأقاويل و الاستنتاجات و المساء التي لم يسبقها فيها أحد هذا رجل حقيقة يقودك إلى الهاوية نسأل الله العافية لا أنا لما أمرك أنك تتبعني لا 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 اتبع الدليل الذي معي إذا أنا قلت لك قال الله قال الرسول قال الصحابة هذا الكلام المطلوب الدين هو قرآن و سنة الدين قرآن و سنة العلم قال قال الله قال رسوله قال الصحابة هم وللعرفاني هذا العلم العلم أنا أقول لكم حكم كذا كذا و أنا عقلي قال كذا كذا لا شيخ خل عقلك لك الله يرحم ولديك العقل خلى لك العقل إذا جاء ويصادم نصوص قرآنية ونصوص في السنة ونصوص في الإجماعات سامحني فهمك سقيم ويستدلك ويأتيك بالعمومات يقولك الله عزيزي قال أفلا يعقلون أفلا يتدبرون ها الله قال حكموا عقلكم أيوان حكم عقلنا لكن عندنا نصوص لابد أن ننقاد لها والإسلام هو استسلام لله عز وجل ولي آوامره وآوامر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بدين هوى واتباع ليش أقول هالكلام لأن اليوم خرجت لنا طوائب تسمى بالتنويريين ويلمزون أهل السنة بالظلاميين وبالمغالقين لا 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 هذا كلام باطل والله إحنا التنويريين إحنا بننور عقلك من وقال لك أني أنا عايش بظلام أنا عايش متنوير الغالي في ديد خشمك ومري طيبة عايش وعايش بنور وهذه كشافات تشتغل جدامي وعقلي مفتح الحمد لله رأي عرف شو لي وشو علي أعبد الله عز وجل بالدليل من القرآن والسنة والإجماعات ما جالس أتكلم بأبث ما جالس أقود الناس وأعلم الناس بهوى واتباع هوا أو اتباع طوائف وأفكار وشبهات وظلال وانحرافات لا أنا أقول لك يعني كلامي وكلام غيري أي أن كان إذا كان يوافق النص الشرعي خذه إذا لا يوافق كلامي قال الله وقال الرسول هذا الحيطان اللي خلفي ارمي بك كلامي عرض الحائط لذلك الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشاره صلى الله عليه وسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ظالت المؤمن أينما وجده أخذه ما يأخذ الحق من أفواهه كل أحد والمجانين يا إخوة أنا أقول هذا الكلام وإخونا النقبي فتح لنا الباب حقيقة الله يحفظه ويبارك فيه لأن هناك اليوم حملات تدعو الناس للإنسلاخ من الاستدلال لا يقولك حكم عقلك لا ما عليك من هذا الكلام هذا النص مدام أنه يخالف عقلك مدام أن الحديث ضعيف أو مكذوب لا 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 أول عقلك لذلك الإمام علي رضي الله عنه ماذا يقول قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله وليس من أعلاه الدين دين اتباع مسح الخف من فوق ولا من تحت يا جماعة الخير المسح على الخفين أصل من أصولها للسنة والجماعة المسح على الخفين من فوق ولا من تحت من فوق صح أنا أسألك سؤال الأوصاخ تحت ولا فوق الأوصاخ تحت يا جماعة لحكنا الدين قال نمسح من فوق لأن من تحت يتنظف بالمشي أمسح من فوق لو كان الدين بالعقل وبالرأي أنا أقول لك مسح تحت لأن الوصاخ تحت يا ولد الحلال مش فوق هنا شو ما بتي هنا أوصاخ ولا قذارات تحت أنت تمشي تحت فديننا دين اتباع ديننا دين انقياد قال الله قال الرسول والناس والأمة تفلح وتنجح إذا كانت تمشي وتقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامه وفي استدلالاتها ما تأخذ دينها من راسها وهواها استفتي عقلك راسك شو يقول لا تنظر معلك هذا الكلام لك عليه ما يقبله العقل رده كم مليون من اعتلوا هذه الشاشات هذا هو شعارهم قال التنويريين أي تنويريين يا شيخ تنويريين ولا حاجة إلا أنتم ظلاميين تبقوا تأخذون الناس من نور الهدى والخير والاتباع والانقياد لدين الله إلى ظلمات الجهل والهوى والزيغنص الله العافية يا إخوة يا كرام علينا أن نسعى جاهدين فعلا علينا أن نسعى جاهدين أن نحافظ على ديننا وأن نتمسك فيه ولا نغتر بكل نائق حتى لو كان ملتحي حتى لو جلس وتربع على شاشة من الشاشات لا خذ دينك عن أهل السنة والجماعة أهل الاتباع والأثر والانقياد لقال الله قال الرسول أقول ما سمعتم واستغفروا ربي لي ولكم إنه الغفور الرحيم الشكر موصول لطاقم البرنامج والمعدين والمصورين شكرا لكم بيضا الله وجهكم والمستمعين والمشاهدين نلقاكم الأربعة القادمة إن شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة